اشتركوا في القناة الجوائز عبارة عن لفل كامل وعندنا حقيبة الظهر اللي هي فينيسيز وعندنا رقصة وفي عندنا كفرات للسيارات شايفنا طيب خلينا الآن اشرح لكم التحديات هي التحديات جدا سهلة لكن في مجموعة من التحديات صعبة تمام فانا حبيل لكم اسهل الطرق اللي من خلالها سووا كامل التحديات وتحصل على كامل الجوائز المجانية ركزوا معي تمام يقولك اكمل مهام طريقة الابطال عشر مهمات هناخد الحقيبة عشرين مهمة هناخد الرقصة في عندنا التحدي الاول يقولك حركات التمزيق هذا التحدي تكون من خمسة مراحل لا تفكروا الخمسة مراحل تحدي لا خمسة مراحل يعني كأنك سويت خمسة تحديات شوف انا سويت مرحلة وانحسب معايا واحد التحدي هو يقولك اقضي على اللاعبين اول مرحلة خمسة وعشرين بعد كده المرحلة الثانية خمسين وكل مرحلة يزداد العدد هذا التحدي فيه طريقتين انك انت تسويها الطريقة الاولى عن طريقة البتن رويل تكتل خمسة وعشرين لاعب تمام حطوا بالكم شي واحد ما تقدروا تسوي التحدي على البتات ضروري لاعبين لكن اذا انت تبغى اسهل طريقة علشان تسوي التحدي هذا سويه عن طريق طورة دمدمة طورة دمدمة تحصله هنا بواسطة ايبك في الاخير لاحظوا معايا هذا هو ايش نظام طورة دمدمة نظامه مراحلو انك كل ما تموت ترجع كل ما تموت ترجع انا في مواجهتين قتلت خمسة وعشرين فتقدر تسوي التحديات بطريقة جدا سهلة تمام طيب عندك التحديات الثانية خلينا بيين لكم التحديات الثانية اللي هي استعراض هذه التحديات صعبة التحدي الاول يقول لك حقك انتصارا ملكيا في اي وضع بطولة مطلوب منك انك تدخل بطولة وتحقق انتصار ملكي في البطولة وهذا التحدي جدا صعب البطولات تحصلوها في هذا المكان اي بطولة مكتوب عليها مباشر تعرف ان البطولة شغالة تمام في عندنا اول شي بطولات فنسيز عندنا خمسة بطولات هتبدأ من اليوم الى يوم خمسة وعشرين تمام في عندك البطولات الثانية اللي هي سهلة شوية اللي هي بطولات كؤوس التصنيف هذه حاول انكم تحفظوا الاوقات كل وقت تدخل اي وقت تدخل اي بطولة من البطولات هذه تربح انتصار ملكي حيسوا معاك مو ضرورة تدخل سولو حتى لو دخلت سيكواد لانه بطولات كؤوس التصنيف في منها سولو وفيه تنائي وفيه تولاتي وفيه سيكواد ونظام كؤوس التصنيف نظامة جدا سهلة لانك مو ضرورة تدخل مع اصحابك حتى لو دخلت لوحدك وسويت تعبية يدخلوا معاك ناس عشوائيين طيب سوى معاك التحدي فيبتوا كيف طيب هذه المهمة الاولى المهمة التانية يقولك حقك انتصارا ملكيا في وضع المصنف الوضع المصنف معروف اللي هو هذا تضغط السهم على فوق عندك هنا ثواني خلنا اول شي حط البتل رويل طيب تضغط السهم على فوق عندك هنا تشغيل هذا المصنف تيب تلعب فردي تنائي تلاتي فرق اللي يعجبك تمام مجرد انك انت تدخل التصنيف وتفوز جيم واحد وتفوز جيم واحد حي تسوى معاك التحدي تمام بعد كده عندك التحدي اللي بده يقولك حقك انتصارا ملكيا عندما تكون في فرقة في فرقة يعني المطلوب منك انك تدخل مع فرقة الزقاءك تدخل البطولة يقولها حقق انتصارا ملكيا عندما تكون في فرقا يعني تدخل البتل رويل العادي وتحقق انتصار ملكي فينحسب معك المطلوب مع فرقا فرقا يعني أصدقائك مو فرقا عشوائية فينحسب معك التحدي اللي بعده يقولك يقضي على اللاعبين خلال امساكك بتاج كيف خلال امساكك بتاج يعني يكون معاك تاج النصر وتقتل ثلاثة لاعبين يسوا معاك التحدي وهذا التحدي شوية صعب لكن تقدر تسويه ده معاك التاج ودخلت طورة دمدمة انحسب معك طيب هنا انهي المباراة ضمن افضل عشرة لاعبين في الوضع على المصنف او بطولة هذا التحدي سهل تدخل يا مصنف يا بطولة وتجلس لما يبقى عشرة في الجيم انحسب معاك التحدي طيب هذه المجموعة صعبة شوية لكن خلينا في المجموعة السهلة اللي هي الدخول اليومي ركزوا فيها تمام يقولك الحك الضرر باللاعبين باستخدام اسلحة اسطورية او افضل عدد خمسمية طيب الاسطوري شوه اللي هو الدهبي طيب ايش افضل من الدهبي اللي هو المتك الخرافي مطلوب منك انك تدمج اللاعبين خمسمية ويسوى معاك التحدي هذا التحدي كمان تقدر تسويه في طورة دمدمة او بتل رايل اللي يعجبك اهم شي لاعبين مو بتات التحدي التاني يقولك يلعب مواجهة عندما تكونوا مع فرقة المطلوب منك انك تدخل مع فرقة اصدقائك مضافين عندك لان انا دخلت عشوائما ما انحسب معي صراحة انا سويت تجارب على كل التحديات علشان اديكم اسهل الطرق دخلت معا عشوائي ما زبط ضروري معا اصدقاء تدخل معاهم تلعب مواجهة فينحسب معاك التحدي طيب ايش الموضوع السهل في الدخول اليومي حطوا ببالكم شي واحد هم طالبين مننا كم تلاتين تحدي عشرين تحدي عشان ناخد الجوائز تمام في عندك هنا خمسة انحسب معاك خلاص خمسة تحديات ابقالك كم تحدي ابقالك خمسة عشر تحدي طيب خمسة عشر تحدي كيف ستسويها عن طريق الدخول اليومي طريق الدخول اليومي في عندنا عشرين مهمة كل يوم ستتوفر معانا ممكن تحديين او ثلاثة كل يوم اثنين او ثلاثة كل يوم اثنين او ثلاثة لما تخلص كامل التحديات وتحصل على كامل الجوائز اذا هذه التحديات صعبة سيبها خلاص خليك الدخول اليومي فهمتوا النظام السهل علشان اللي ما يبقى يسوي التحديات هذه الصعبة يقدر يسوي السهلة دي وتخلص التحديات طيب في عندنا التحديات الثانية وعليها الجوائز اللي هي الظاهرة أمامكم الكفرات هذه طيب هذه التحديات ستسووها في طور السباق أول شي حط طور السباق لاحظوا معايا عشان أسوي لكم إياها تحط طور السباق بعد كدن نروح إلى المهمات هذه هي عندك التحديات اليومية اليوم الأول عندك اليوم الثاني والثالث كل يوم في تحديات إذا ما نخلص كامل التحديات ونحصل على كامل الجوائز تمام طيب التحدي اليوم الأول يقول لك قم بإنهاء دورات في سباق مصنف عدد عشرين كيف تسوي التحدي هذا أول شي تروح إلى اللعب تضغط السهم على فوق حيعطيك عدة مجموعات لللعب في عندك المصنف عندك السباق الودي محاولة السرعة اللي هو العرض التعليمي أنت مطلوب منك في المصنف طيب كيف تسوي التحدي تدخل السباق المصنف كل دورة سباق واحدة ينحسب معك واحد مو ضروري تفوز لا أكمل السباق للآخر ينحسب معك واحد مطلوب منك عشرين مرة وتخلص التحدي تمام؟ طيب عندك التحدي اللي بعده اللي هو نشط التيربو عدد خمسة واربعين مرة التيربو أنتوا عارفينه خلينا أبيل لكم نظام أول شي خلينا أبيل لكم كيف ستلعبوا التحدي هذا بطريقة سهلة حاولناك أنت تدخل اللي هو عرض تعليمي سلس بعد كده غير خاص ألعب لوحدك سوي التحدي هذا لوحدك تمام؟ طيب التيربو إيش هو؟ خلينا أبيل لكم إياه هيلحظوا معايا لما يصير نفس النظام هذا اللي في اليسار الخط يكتمل بالكامل شايفين لونه كيف؟ فتضغط أنت مثلت هذا هو التيربو تمام؟ كل ما يتملى كل ما ضغط التيربو ينحسب معك واحد مطلوب منك خمسة واربعين مرة وتخلص التحدي طيب كل يوم حيتوفر معنا اثنين تحديات جديدة عندك اليوم الأول والثاني والثالث لما تخلصه جميع الأيام وتأخذ جميع الكفرات إذا انتم مهتمين في الكفرات سووا التحديات منتم مهتمين طنشوها تمام؟ أما بالنسبة للبتل رويل اللي هي تحديات البتل رويل حطوا ببالكم شيء واحد إنه كل يوم حيتوفر معنا تحديات إذا كانت التحديات صعبة حسوي لكم مقطع وإذا التحديات سهلة خلاص انتم سووها من نفسكم كل يوم حيكون معاك تحديات الدخول اليومي طيب هذه التحديات حتغادر بعد خمسة من الأسابيع وثلاثة من الأيام يعني تقريبا عندنا شهر ونص علشان نسوي كاملة تحديات كده وصلنا لنهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو وأهم شيء لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وإن شاء الله نتقام المقطع آخر وفامان الله اشترك في القناة